اذا متابعين الكرام وينطلق سابعها بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين مشاهدين ومتابعين الكرام نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات وهذه الاشواط انطلاق الشواط السابع الخاص بفئة القعدان اللقاية المحليات الاصائل مسافة الخمسة كيلو مترات هي الحاضرة مع هذا السن سن اللقاية هنا في عاصمة ميادين السباق في ميدان الوثبى لسباقات الهجن العربية الاصيلة نسير مباشرة الى المقدمة والى الصدارة والى الانطلاق الاول والتحديات الاولى مع املبي سيفة بن محمد بن هزيم المنصور من يقدم لنا املبي على المركز الاول بينما نقلتنا القادمة الى المركز الثاني اللي متابع الوصول مع شاهين كردوس سابر محمد بن سالم العامري من يقدم لنا شاهين الحاضر على المستوى الثاني بينما المركز الثالث عزام عبدالعزيز بن حمد بن حمدان الوهيبي هو القادم مع هذه الانطلاق المميزة مع تواجد عزام على المركز الثالث المركز الرابع الوصول والانطلاق مشاهدين ومتابعين الكرام من بدأ يتقدم وينطلق كيف محمد بن حامد المصبح النيادي من يقدم لنا كيف على المركز الرابع المركز الخامس مشاهدين ومتابعين الكرام نتابع التسلل والحضور مع الوسمي لسيد علي بن سالم بن علي بن شرار الاكتب من يقدم لنا انطلاقة الوسمي من يحضر على المركز الخامس بينما سادس التحديات والانطلاقات الوصول هناك مع وافي حمد بن سعيد بن جمعة بن فهد الاكتبي وايضا نتابع بدورنا للاسماء القادمة هناك والمنطلق وصله الداد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري يصل على المركز السادس المركز السابع المحيط مبارك بن حمدان بالكيلة العامري وثامن التحديات الوصول مع اعناد احمد بن سيف بن عبد الرحمن الناصري من يقدم لنا اعناد والمركز الثامن مشاهدين ومتابع الكرام حاضر سيد سلي بن صالح بن خصوان العامري والمركز التاسع القادم على تاسع التحديات مبدع للفندي بن عيد بن محمد المزروعي والمركز العاشر نختم به النداء الوصول هناك مع الكائد احمد بن علي بن عامر العويسي من يقدم لنا انطلاقة الكائد هكذا هي نتيجة العشرة المراكز الاولى في ندائنا الاول لهذه الاسماء ولهذه الشعارات مشاهدين ومتابعين الكرام العودة للمقدمة العودة الى الصدارة الى الانطلاق الاول والى التحديات الاولى وملبي سيف بن محمد المنصور من يقدم لنا املبي على المركز الاول املبي على صدارة هذا الشوط ينطلق باحثا عن النموس وعن الفوز والانتصار المركز الثاني القدوم مع وافي حمد بن سعيد بن جمعة بن فهد الاكتب من يقدم لنا وافي من يحضر هنا على المركز الثاني المركز الثالث الوصول مع هداد محمد بن الصغير بن محمد المنصور يتسلل بدوره الى المركز الثاني المركز الرابع المركز الرابع عناد احمد بن سيف عبد الرحمن الناصر من يقدم لنا انطلاقة عناد المركز الخامس عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيب من يقدم لنا عزام المركز السادس هناك الوصول والانطلاق مع شاهين كردوس بن محمد بن سالم العامري من يقدم لنا انطلاقة شاهين من يحضر على المركز السادس والمركز السابع حاضر سليم بن صالح بن خصوان العامري من يقدم لنا انطلاقة حاضر أيضا القدوم والانطلاق مع غالي أحمد بن علي بن حمد الشامسي شعار بالخيار هو القادم في هذه اللحظات المعلن عن تواجده المميز أيضا هملول غاشم بن سعيد بن مبارك بن محمد المخيبي هو القادم في هذه اللحظات على مستوى المركز الثامن والمركز التاسع مشاهدين متابعين الكرام عنادر سيد سعيد بن عامر بن سالم الغيري هو القادم والمركز العاشر نختم به النداء الوصول والانطلاق مع بدران سيد سالم بن عامر بن عمهي المنصوري من يقدم لنا بدران العودة إلى المقدمة العودة إلى الصدارة إلى التحديات الأولى وإلى الانطلاق المميز مشاهدين متابعين الكرام يتواجد هداد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري يتواجد في قمة التحديات وقمة الانطلاقات الأولى والأقرب للناموس الأقرب للفوز والانتصار أن واصل على هذا المنوال هداد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري والمركز الثاني من لبي سيف بن محمد الهزيم المنصوري قادما على المركز الثاني وصلنا هنا إلى الكيلومتر الأخير يا مالك هداد هداد على المركز الأول محمد بن الصغير بن محمد المنصوري من يقدم لنا هداد والعصافي البطان على المركز الأول المركز الثاني من لبي سيف بن محمد الهزيم المنصوري قادم على المركز الثاني والمركز الثالث يتقدم عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان الوهيب أبناء السلطنة القادمين هنا على مستوى المركز الثالث المركز الرابع الوصول محاضر اسلي بن صالح الخصوان العامري ولكن العودة العودة للمقدمة هداد هداد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري ينطلق مالك هداد جولة التحديات جولة الوامر الأربعمائة متر الأخيرة والخطيرة يا سلام هداد مع الفوز والانتصار محمد بن الصغير بن محمد المنصوري ينطلق بناموس هذا الشوط يا سلام ما تبقى إلا مئة متر أخيرة وخطيرة وهداد مع الفوز والانتصار محمد بن الصغير بن محمد المنصوري بطلا لهذا الشوط تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار المركز الثاني مشاهدين متابعين الكرام وصل على ثاني التحديات غالي أحمد بن علي بن حمد الشامسي والمركز الثالث المركز الثالث عزام عبد العزيز بن حمد بن حمدان ألوهيبي والمركز الرابع المركز الرابع وافي حمد بن سعيد بن جمعة بن فهد الكتبي وخامس التحديات المركز الخامس وصل بدران سان بن عامر بن عمهي المنصوري هكذا مشاهدين ومتعبين الكرام تهاني من ناموس المالك هداد محمد بن الصغير بن محمد المنصوري التوقيت الزمني لحظة الوصول سبع دقائق وثلاثين ثانية وثلاثة ترزام من الثاني تهاني من ناموس المركز الثاني وصل غالي لسيد حميد بن علي بن حمد بن علي بالخيار الشامسي بتوقيت زمني سبع دقائق أربعة ثلاثين ثانية بالوفاة والتمام والكمال ثالثا وصل عزام عبد العزيز بن حمد الحمدان ألوهيب التوقيت الزمني سبع دقائق أربعة ثلاثين ثانية ستة ترزام من الثاني تهانينا والناموس